عندنا سؤال جميل نحن نتكلم عنه بشيء من التفصيل السؤال بيقول إيه؟ السلام عليكم شيخ أنا الفاضل هل مرأ الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في منامه واجبت له شفاعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم السؤال ده فيه جزءين؟ جزء الأولاني والكلام عن رؤية حضرة النبي صلى الله وسلم فيه شوية قواعد كده لازم نقولها وإحنا نتكلم على رؤية حضرة النبي صلى الله وسلم قاعدة الأولى زي ما أخرى زي ما الحديث أتى في الصحيح أنه ما رأاني فقد رأاني حقا يبقى القضية اللي يشوف حضرة النبي هو رأى حضرة النبي بس على الوصف المعتبر على الوصف الايه المعتبر لأنه ممكن واحد يقول لي أنا شفت النبي مغير رح لا يبقى ده مش بالنبي يبقى لازم يشوف حضرة النبي على الوصف المعتبر على الوصف الايه المعتبر يبقى من رأاني يعني من رأاني بأوصاف المعتبرة فقد رأاني حق يبقى هو فعلا رأى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فحضرة النبي عايز يقول له إيه فإن الشيطان لا يتمثله في صورتي يبقى خلاص اللي بيشوف حضرة النبي بيشوف حضرة النبي يبقى دي أول قاعدة يبقى نقول بس أربع قواعد كده بتحكم رؤيتنا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بابي أنت أم يا رسول الله يبقى اللي بيشوف حضرة النبي بيشافه فعلا طيب القاعدة التانية بتقول إيه إن المعصوم في الرؤية هي الرؤية وليس الكلام يعني إيه وليس الكلام يعني واحد رأى حضرة النبي على الوصف المعتبر ثم سمع كلاما يخالف الشريعة يخالف الإيه؟ الشريعة لا يأخذ به لأن الشيطان ممنوعا يتمثل في سورة حضرة النبي لكن يمكن الشيطان يتكلم بكلام في الرؤية أو في الحلم وهذا لا يكون منسوبا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إحنا في رؤية حضرة النبي منفرق ما بين الصورة والكلام الصورة خلاص معصومة اللي يشوف حضرة النبي بشوف حضرة النبي طب والكلام لا بنعرضه على إيه؟ بنعرضه على الشريعة نفترض واحد جاله إيه؟ في المنام قال له روح اشتري الأرض الفلانية اللي يقول عايزوا بالله هتخسروا كل أمواله ما يعملش كده لكن يعرض ده على الإيه؟ على الشريعة لو فيها إضاعة للمال ما يعملش كده يعني ده لو فيه إضاعة للمال ما يعملش كده إحنا ياما شفنا ناس حصلت لهم مشكلات وأغوايا وفتن بسبب عدم معرفة القاعدة اللي أنا بقوله لكم دي لأن حضرة النبي قال من رآني فقد رآني حقا الرؤية دي خصة بالبصر والبصيرة ولم يقل فمن سمعني لا من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي مش إن الشيطان لا يتكلم من كلامه خالص لا ده في قصة مشهورة كمان عند السيد عبد القادر لما جه جاء له في خلوتي فدخل عليه في خلواته فقال له إني أنا ربك فسمعت صوتا ذبت فيه زاب قال ثم إني قربتك يا سلام فحمد الله حمدا كثيرا ثم قال له وقد رفعت عنك التكليف فقال اخسع عدو الله اخسع إيه عدو الله ليه قال له كده لأنه ما ينفعش والذوبان اللي زابوا خلاص تلاشى تلاشى ليه لأن أصلينا الشريعة يبقى اهوه أول حاجة من رأاني فقد رأاني حقا تاني حاجة لو سمعنا حاجة بنعرض على الشريعة تالت حاجة بقى ليس لدينا هذه الرواية اللي هو من رأاني فقد حرم جسده على النار لا لكن رؤية حضرة النبي دي بشرة عظيمة نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه هي تكون شفيعا لنا يوم القيامة ونرجو من الله أنها تفتح لنا أبواب الخير ونرجو من الله أنها تكون كمان تسلج الصدور ونرجو من الله سبحانه وتعالى أنها تكون من أسباب المغفرة نعم كل ده رجوات لكن الحرمة لا طب واجبت له شفاعتها واجبت لكل المسلمين فشفاعة رسول الله واجبها لكن واجبت له شفاعة يقصد بالشفاعة الخاصة ليس هناك رواية تؤكد هذا هذه وصول نتعامل بها مع رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وفي الرؤى ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم واحدا مننا من رؤية حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبارك لنا في أبصارنا وبصائرنا فنرى حضرة نرى وجهه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليالينا يا رب العالمين